بسم الله، بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء النهاردة حلقة جديدة من برنامج نقدر في الموسم الثاني النهاردة معنا ومعكم ضيف عزيز علينا جدا طبعاً بنتشرف بي طبعاً وحنسيبه الأول يقدم نفسه للجمهور تفضل أنا أول مبسوط جداً أن أنا معيك أستاذ أحمد النهاردة هنأتكلم مع الناس عن مرض السكر أكتر عشان إحنا في شهر نوفمبر ده شهر التوعية بمرض السكر أنا اسمي معتازي هشام أنا عندي 33 سنة أنا مهندس ميكانيكا بس بشتغل في مجال الـ IT أبل طفل عنده 7 سنين وأنا عندي السكر بأيدي 22 سنة 22 سنة عرفنا دي مرحلة كبيرة ويعني شايفين أن أنت مريت أو عرفنا أن أنت مريت بمراحل كتير جداً احكي لنا الجولة اللي حصلت دي طيب قبل ما أخش في قصة أنا مع السكر خلينا نعرف للناس أكتر إيه هو مرض السكر عشان الناس عندها فكرة أكتر البناء دهما الطبيعي فيه في جسمه حاجة اسمها البنكرياس البنكرياس ده هو اللي بيفرز هرمون الإنسولين دور هرمون الإنسولين ده أنه هو بيحول السكر في جسم الإنسان لطاقة تمام؟ فاللي عنده السكر مريض السكر ده بيبقى عنده عجز في وظيفة البنكرياس في الجسم مرض السكر بيتقسم نوعين النوع الأولاني اللي هو طيب 1 والنوع الثاني اللي هو طيب 2 بيفرق بينهم إيه؟ بيفرق أن طيب 1 ده جسم الإنسان ما بيفرز أي إنسولين خالص فبيضطر ياخد إنسولين عن طريق الإقلام بتاعت الإنسولين أو الحقن أو الحاجات دي كلها النوع الثاني الجسم بيفرش شوية إنسولين بس مش كفاية فبيضطر المريض أنه هو ياخد حبوب أو رأس أو حاجة عشان يكمل احتياج جسمه من الإنسولين أنا قصتي كان عندي 11 سنة عدت علي شوية أعراض حتكلم عليها يعني بس أنا فاكر اليوم كويس جدا كنت مخلص تمرين خلصت التمرين رحت المستشفى مع بابا ومامتي عشان أعمل تحليل كان ساعتها التحليل بيباية تحليل البول يا إما زي اللي موجود دلوقتي في الصيدريات اللي هو بتشكشك وتشوف نسبة السكر بتاعتك قد إيه الرنج الطبيعي بتاع البني آدم من 80 إلى 120 أنا كان طالع تقريباً 500 وشوي فطبعاً ساعتها خلاص يعني أنت مياه في المياه عندك سكر بس لسه مش عارفين طبعاً نعمل إيه بابا ومامتي مش عارفين حيوصلوا لي الموضوع إزاي الحاجات دي كلها طلعنا طبعاً على الدكتور أول حاجة كان دكتور حد كان بابا واحد معيه في التمرين فكنا عارفينه يعني بشكل شخصي كويس فأنا طبعاً فاكر الزيارة كويس جداً بتاعت أول مرة رحت للدكتور دي الدقيقة الدكتور كان لازم يحتوي الأب والأم كويس جداً ويطمنهم إن الموضوع إن شاء الله حيبه كويسه واحدة واحدة حنعرف نحل المشكلة وتبدنية تمام وفاكر الكلام اللي هو اللي هو كويس جداً طبعاً الأعراض بتاعت الموضوع ابتدت إن ريء ناشف على طول سأذنك بس نقول جملة سريعة لإن إحنا بنذكر الجملة ديت سواء في الإعلانات سواء في البرامج كل يوم نسمحها لها كلمة أو جملة الوقاية خير من العلاج ياريت نركز في الكلام أستاذ معتز لإن إحنا هنستفد كتير جداً من معلومات أو الأعراض ديت ممكن تكون ظهر على حد فينا وهو برضو ما أخدش باله هنستفد أكتر لما نسمع الحاجات ديت علشان نبدأ نحافظ على نفسنا أكتر صح أمتفق مع حضرتك جداً بس هو السكر النوع الأولاني اللي هو عندي ده اللي الجسمي مش بيفرز فيه إنسولين خالص زي ما تكلمنا هو مالوش أي دعوة بالإنسان هو حاجة من عند ربنا مالوش أي دخل أو مفيش سوء حاجة مني حصلت فأصيبت بالموضوع ده حاجة من عند ربنا النوع الثاني هو اللي بيباليه شوية أسباب هي اللي ممكن تؤدي زي مثلاً ما فيش أكل صحي كويس جداً السمنة الزيادة أو ساعد بيبال موضوع وراسي برضه فدي الحاجات اللي ممكن يخلي بالها مريض السكر النوع الثاني لكن النوع الأول ما فيش أي حاجة ممكن تتعمل فيه تمام عندنا طبعاً يعني أنت مريت بسن كتير عمر طويل تجربة صعبة بداية من 11 سنة وقت يعني أطول في العلاج أكيد عندك مصايح لمرض السكر طبعاً أنا عايز أبتدي بالذات من السنة بتاع الأطفال الصغيرين أن الأهالي اللي هم دور كبير جداً جداً في توعية الأطفال وتوصيل الموضوع عليهم أنا اللي أقولها بابا ومامتي اللي هم عملوا معي ما كنتش حقدر أن أنا ولا أفهم ولا تعامل ولا أقدر أن أنا عدي الموضوع بتاع السن ده السنة بتاع 11 سنة ده دايماً الولد بيفكر طب شمعنا أنا طب ليه أنا طب الناس اللي معايا في المدرسة هم كويسين وأنا مش كويس بيجي بعد كده سنة البلوخ بيخش في موضوع العند شوية لا طبعاً أنا مش هاخد الحقنة لا طبعاً أنا مش هزبط الأكل قوي طبعاً هيحصل لي إيه والحاجات دي كلها فده الدور الأساسي بتاع طبعاً الدكتور بس طبعاً الأساس هو الأهل في البيت هم اللي لازم يوجهه هم اللي لازم يصبره كتير قوي على الطفل لحد ما يقدر يعد المرحلة دي تمام أعرف أني عندك فترة تحول كبيرة يعني من أول تحولت من مريض بمرض السكر لمدرب وتوعية وناس كتير بدأت تتعلم منك أكيد جولة صعبة جداً أكيد جولة أثناء الحديث أو أثناء التوعية بتكون طالعة من القلب علشان أنت حسيت أمرد بالطبع دي طالع من الموضوع بالضبط أنا حياتي طول لحد سنة 2018 كانت بلعب رياضة شوية وشوية بروح ألعب كرة مع صحابي بحافظ على الأكل بنسبة كبيرة بس كنت بعمل حاجة غلط وتعايز أتكلم عليها بعدين بس خلينا أرد على سؤال حضرتك الأول إن سنة 2018 أنا كنت مسافر أمريكا رجعت أنا بأخذ علاج في حاجة اسمها short duration إن أنا بأخذ الحق إن أقبل الأكل على طول وفي حاجة اسمها طويل المفعول بازاً بأخذه كل 24 ساعة ففرق التوقيت بين أمريكا وبين مصر كان فيه مشكلة إن أنا نزبط إلى 24 ساعة دي بالضبط بلاس إن كان فيه حاجة خارجة عن إرادتي شوية وصل لمرحلة في الآخر إن حصل لحالة هايبرجليسيميا اللي هو السكر عالي جداً 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 فبقى على طور إي ناشف بقت رجلي تقيلة جداً كأنها كياس رامل أنا مش عارف عامل إيه راحت المستشفى على أساس إن أنا حخش الطوارئ حيعلق لي محليل والدنيا تمام وأنا لبس لبس تقريباً بانترون ترينينج وخلاص وإن أنا أساس إن أنا حقوق شوية في الطوارئ وروح لقيت مرة واحدة جايبين لي ترولي ولازم أروح إلى العناية المركزة والموضوع كبير ووسعوا الطريق في المستشفى وطلعت في الأسنسنة عشان أخش إلى العناية المركزة وبابا أمامتي في اسكندرية وبراتي معايا وأنا مش عارف حوصل لهم إزاي الموضوع إنهم عاملوا ميجوا من اسكندرية ويعرفوا إن أنا في العناية المركزة وإنا مكلمهم من برح بالليلة إن أنا كويس وما فيش أي حاجة فدخلت في الموضوع ده أعادت ثلاثة يوم في الانتنسف كير وبعد كده طلعت أعادت يوم في المستشفى اللاربعة يوم دول حولولي المنظور بتاعي وفكرتي عن الموضوع إن أنا ما يفعش أبقى معتمد على إحساسي أنا دائما معتمد إن إحساسي أنا جثمانياً كويس فخلاص الدنيا تمام وأنا مكمل لصف علياً أنت الرينج الطبيعة اللي تكلمنا فيه اللي هو من 80 إلى 120 ده أنا حس إن أنا جثمانياً كويس لو أنا السكر 250 مثلا فأنا محتاج أنه يبقى أقل من كده فأقل من كده ده لازم يبقى تحليل دوري لازم أعرف جسمي لازم أفهم جسمي كويس أوي وأعرف رد فعال جسمي حيبقى عمل إزاي عشان أنت ممكن تبقى ماشي على نفس نظام علاج بتاعك وماشي فيه كويس جداً بس مرة واحدة رد فعال جسمك يختلف تماماً فأنت محتاج تفهم الميكانيزم جوه جسمك عمل إزاي عشان تقدر تفهم فأنا بدأت الموضوع أن أنا بدأت أخذ كورسات تدريب وكورسات تغذية وحاجات كتير أو في السكة دي أن أنا أقدر أفيد نفسي قبل ما تدخل في موضوع التدريب أو نتكلم أكتر عنه إحنا طبعاً سمعنا أعراض كتير من أعلى لسان الأستاذ المعتز كمان بننصح أي حد من السادة المتابعين لو فيه أي حد بيشعر بالأعراض دي ممكن أنه يعمل تحليل دوري عشان يتطمن على نفسه من البداية ما يوصلش لسن كبير ويتعب أكتر خلينا نسمع منك أكتر في مجال التدريب بذلك فبدأت أقول لحضرتك أن أنا أخذ كورسات تدريب وحاجات لها علاقة بالتشريح بتاع الجسم ووظيف الجسم كلها وحاجات لها علاقة بالتغذية وإيه اللي ممكن يفيدني وإيه اللي ممكن يضرني والحاجات دي كلها حد ما بدأت بعد كده أخذ الموضوع في ناحية بروفاشنل شوية أن أنا بدأت أبدأ مدرب فعلا وبتخصص تغذية وأن أنا دلوقتي أساعد الناس أكتر أن هما يفهموا حاجات هما مش فهمينها عن السكر ده نتيجة زي ما حضرتك قلت أنه لو أنت طالع من الموضوع فأنت أريدي عندك الخبرة من الموضوع مش أن أنت كلام نظري بس لا أنت مجربه وده طبعا حد نصيحة للناس مهمة جدا أن هما لازم يقروا كتير جدا في الموضوع ولازم يبعارفين جسمهم رد فعلا وحيبعمل إزاي مع الأكل اللي هما بيأكلوه مع الأدوية اللي هما بيأخدوها مع جرعات الأدوية مع الحاجات دي كل ده طبعا فقرة يعني أنا عن نفسي بتصرف طبعا بأن أنا أعود معك بتصرف أن أنا أسمع الكلام ده لأن على المصطف الشخصي أنا استفدت من حاجات دي ولكن قبل ما نختم محتاج منك رسالة برضو لكل شاب بيسمعك دلوقتي طيب في حاجات مهمة جدا نصايح سريعة كده لازم الناس تخلي بالها منها أول حاجة زيارة الدكتور بشكل دوري أي أن كان بقى الاتفاق مع الدكتور كل شهر أو كل ثلاثة شهور ده أمر لا غنى عنه محدش يقول ما أنا كويس خلاص مش حر وحدة ما فيهاش نقاش تاني حاجة ما نعتمدش على الإحساس زي ما قلنا أنه ما ده ما أنا كويس خلاص لا لازم تحلل بشكل دوري عشان تتأكد أن السكر بتاعك كويس عايزة وصل نقطة للأهالي بتوع الأطفال أنت رازم يوصلوا للأطفال أن هو بلاش تبقى مكسوف أن أنت تقول أنت عنتك سكر أنت لازم الناس كلها تبقى عارفة ده حاجة أنت مالكش أي زنب فيها ده مش تأثير منك خالص أنت الناس لو عارفة ده حيفدوك هم في المدرسة واللي معاك في الجامعة واللي معاك في التمرين واللي معاك في كل حاجة لازم يبقى عارفين إزاي ممكن يتصرفوا معاك لو لا قدر الله حصل حالة أن السكر بقى وطي قوي مثلا يبقى لازم يعرفه إزاي ممكن يسعفوك أو يقدمونك المساعدة اللي أنت محتاجة أستاذ مهاتزة أنا بشكرك جدا عن الفقرة أن أنا على المستوى الشخصي والله استمتعت بها جدا استفدت كتير طبعا على الهواء كمان بنقدم لك الدعوة تحضر معنا حلقة تانية نتكلم أكتر عن التجربة دي وكمان نصور تقرير كامل عن اللي تم أثناء الفترة في نهاية فقرتنا نحب نشكر طبعا أستاذ مهاتزة بإذن الله معنا فقرة تانية انتظروا